زواج الكتابية اليهودية والنصرانية هل هذا جائز؟ نعم جائز للمسلمي أن يتزوج الكتابية اليهودية والنصرانية بشرط عند جمهور العلماء بشرط ألا وهو الإحصان بشرط الإحصان يعني العفاف بشرط أن تكون المرأة عفيفة تحفظ الرجل في فراشه وكره هذا الزواج عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال الله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعام الذين أوتوا الكتاب يعني من اليهود والنصارى حل لكم والمحصنات من المؤمنات أي والمحصنات من المؤمنات حل لكم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم هذه آية المائدة وكثير من المحققين من أهل العلم بل الجمهور يرون أن آية المائدة والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم يرون أن آية المائدة مخصصة لآية البقرة ولآية السورة الممتحنة مخصصة لآية سورة البقرة ولا تنكح المشركات حتى يؤمن لأن بعض الناس تتصور أن تضاربا ما أو تعارضا ما في القرآن لا لا إطلاقا لا تعارض في القرآن ولا تضارب في القرآن ولا يضرب القرآن ببعضه بعضا لا يضرب بعض القرآن ببعضه بعضا حاشا لله فالحق يخرج من مشكات واحدة فآية صورة المائدة والمحصنات من الذين أوتوا الكتابة من قبلكم تخصص آية عامة في صورة البقرة وفي صورة الممتحنة أما آية صورة البقرة ولا تنكح المشركات حتى يؤمن وأما آية صورة الممتحنة ولا تمسك بعصم الكوافر أي الكافرات فآية المائدة مخصصة لهذه الآية العامة أو لهذا الحكم العام ومن المعلوم عند علماء الأصول أنهم يقولون قول جمهور يقولون بوجوب حمل المطلق على المقيد يقولون بوجوب حمل المطلق على المقيد وحمل العام على الخاص فهذه آية عامة آية البقرة وهذه آية عامة آية الممتحنة وآية المائدة خصصت آية خاصة فيجوز للمسلم أن يتزوج الكتابية بشرط الإحصان ألا وهو العفاف أن تحفظ فراشه وأن تحفظه في عرضه والله تعالى أعلم